بسم الله ارقي من كل شيء يؤدي الرقا الرقا طرقها وانواعها واحكامها الرقا جمع رقيا وهي القراءة على المريض ونحوه لرفع الضر عنه ما طرق الرقية الشرعية القراءة مباشرة مع النفس او من غير نفس القراءة على النفس او المريض مع وضع اليد على موضع الالم او مسحه النفس في ماء ثم يسقاه المريض او يغسل به موضع الالم او يغتسل به الرقية ثلاثة انواع النوع الاول الرقية الشرعية وهي ما كان بالقرآن الكريم وما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حكمها جائزة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرك النوع الثاني الرقية المحرمة وهي الرقية التي لا تتوفر فيها شروط الرقية المشروعة ولكنها لا تصل الى حد الشرك مثل الرقية بالكلام غير المفهوم حكمها محرمة لانها من ذرائع الشرك النوع الثالث الرقية الشركية وهي الرقية المجتملة على الشرك مثل دعاء غير الله كالتي يكون فيها استغاثة بالملائكة او الانبياء او استعانة بالجن والشياطين حكمها محرمة وهي شرك اكبر والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة تشر من المفاهيم الخاطئة حول الرقية الاعتقاد ان الرقية لا تكون الا من اشخاص محددين التعجل بطلب الشفاء الاعتقاد بعدم مشروعية الرقية في الامراض العضوية موسيقى